بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف كيف نعمل ال Reinforcement عشان نعمل Reinforcement أو تسليح بنضغط Structure Tab بنمشي الى Reinforcement Banel في Reinforcement Banel لدينا Rebar Rebar Reinforcement بتعمله تسليح الأعمدة فأختار Rebar بتديني الرسالة الأولى بتقول لي Rebar Shape Definition will include hooks and will ignore يعني الشكل بتاع الصيخة هي تضمن لي القنشة فهنضغط OK بعد ما اضغط OK بدينا الرسالة بتقول لي لازم اضيف ال Rebar Shape عشان نضيف اشكال الصيخ هنضغط F نقوم بتفتح معايا المكتبة في المكتبة هامشي ل Structural Column معلش هتضغط Rebar Shape Structural Rebar Shapes في Structural Rebar Shapes في Structural Rebar Shapes هنضغط لكل الشافس الموجودة في الفايل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسنة تأخض زمن بحد ما تحمض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أختار Far Cover أما بالمزمع Placement Orientation Placement Orientation دل توجيه حق التسليح أندي بررة Work plane موازي للwork plane بررة To cover موازي للكور Perpendicular To cover لهو عمودي على الكور أختار بررة To work plane آخر حاجة عندي الريبار set الريب من الريبار set بحدد الليئاوت حق الريبار لو دائر أخد سيغة واحدة أخد لا single لكن أنا ما دائر أخد كانة واحدة أخد مجموعة من الكانات الطرق اللي هي Fixed Number عدد ثابت Maximum Spacing حد الأقصى للنسافة Number With Spacing عدد بالإضافة لي آآ مسافة minimum clear spacing النظيف فأختار Maximum Spacing وهحدد هحدد ال Spacing في الخانة هخليها 100 ملي متر همشي المكان اللي أنا دائر أخد فيه الريبار مفروض مفروض نحدد الشكل بتاع الريبار عشان نحدد الشكل بتاع الريبار بضغط في المربع 2003 لقاط ضيام بتقوم بتفتح لي الأشكال بتاع الريبار الريبار فأعمل scroll down طيب داي الشكل اللي نحن دان نستخدمه من الكانات فهعمل select للشكل وهمشي للمكان اللي أنا دائر أخد فيه الكانات اللي هو العمود وهضغط space bar لحد ما أحدد مكان القنشة وهضغط click مرة واحدة كده حملت تسليح الكانات هغير طريقة العرض لـ 3D هعمل hide لللينك هغير طريقة العرض هعمل select للكولوم هختار filter check none Structural Rebar هضغط OK هامشي لـ View Visibility هشيك Un Obscured اضغط OK هغير طريقة العرض The Consistent و Detail Level Refined نلاحظ الريبار الترسمت معنا طيب بعد ما عملت الكانات هاجي أعمل الريبار او الفسيخ الرأسي بنص الطريقة المفترض اخطار الريبار اخطار الريبار اخطار الريبار اختار من بندوكولر كوفر يعني عمودية على الكفر الكفر الحسي اذا الكفر اللي هو موجود في القاعدة حق العمود حقير الريبار سيت من سينجل لماكسيموم سبيسينج وامشي المكان اللي انا دار اخد فيه الريبار واضغط كليك حقير الريبار سيت لسينجل واخد بقية السيخ هامشي سريدي هامشي سيليكت فيلتر شاك نون استقشرة الريبار اوكي ويو فيسبيليتي شاك في السيدي هامشي 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 اشتركوا في القناة